بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله تحالف من 34 دولة سيتمركزون في البحرين عما قريب عندهم أهداف معلنة وعندهم أهداف خفية زي ما هنقول لك في شوية جيين بيقول لك أن التحالف دوت سيكون بخيادة ضابط إسرائيلي كبير في البحرية الإسرائيلية وعين بالفعل في البحرية البحرانية عند جلالة الملك بهنساوي وأن مهمة هذا الضابط أنه هيتعاون مع الأسطول الخامس الأمريكي اللي هو مرابطة عند جلالة الملك بهنساوي في البحرين ده يا ابو الشباب الخبر اللي هو رائع الآن طبعا أسئلة كتير تيجي في ذهنك هل هي إسرائيل عندها القدرة على حجد 34 دولة وهل المقصود أن هو مسألة تأمين الملاحة وكلام ده 34 دولة جايين على تأمين الملاحة العدد ده من الدول يا ابو الشباب بيفكرك بالتحالف اللي حصل على صدام حسين يعني على ما يبدو من وجهة نظريانا أن الكأس الذي شرب منه صدام حسين بفعل الخيانة الإيرانية هتقول لي زي أقولك الوقتي الكأس اللي شرب منه صدام حسين يبدو أن إيران ستشرب منه عما قريب هيكون قدامها حل من اتنين يأما المواجهة العسكرية يأما أن هي تخضع وتركع لشروط أمريكا وشروط الغرب الموضوع دوت منه تمركز كمان لطيران كتير F-22 وشبح المتحدث الأمريكي رفض أنه يفصح عن عدد الطائرات الموجودة فعلا في الإمارات وعن الإمدادات اللي جاية يعني فيه حجد عسكري كبير بيفكرك بالحجد العسكري اللي الأمريكان عملوه زمان على صدام حسين إيه هو هدف الحجد العسكري ده وهم عايزين إيه من إيران وهل إسرائيل تقدر ولا ما تقدرش على الموضوع ده كل ده هننقشه في الفيديو فخليك معايا الكل يتآمر علي أول شيء عايز أقولك أن إسرائيل لا تستطيع أن هي تعمل حجد من 34 دولة ومحدش أعلم من هي الدول دي لكن بطبيعة الحالها تكون أمريكا وحلفائها وكلاب الحراسة بتوعها مش هيكون غيرهم طبعا طب هل فعلا هذا الحجد هو إسرائيلي زي ما يعني بيروقوله أنا أقولك هذا الحجد في الحقيقة أمريكي يا جماعة إسرائيل بتعتمد على أمريكا في كل حاجة بتاخد منها الدعم المالي وبتاخد منها السلاح وبتاخد منها التقنية العسكرية وبتاخد منها كل حاجة تقريبا ما بتعملش حاجة إسرائيل فعلا ما بتعملش حاجة يعني اعتمادها على الأمريكان بنسبة 100% طب إيه المقابل؟ المقابل إن أمريكا بتستعملها في تنفيذ المهمات اللي هي تخالف القانون الدولي وبعدين بتروح تحميها بالفيتو وبتطلع إسرائيل هي أمام العالم الدولة المارقة لكن في حقيقة الأمر الأمور ديك لازم تكون موصوف بها الأمريكان في المركز الأول المهم يا أبو الشباب أنه الوقتي الحجد اللي حاصل دوت أنا أعتقد أنه هو في الخفاء حجد أمريكي ولكن في الظاهر إسرائيل هي اللي متزاعمة الموضوع ده والسبب إيه؟ طبعا أنتوا فاكرين حرب السفن اللي كانت بين الإيرانيين وكانت بين الإسرائيليين في منطقة مضيق باب المندب وحتى بعديه بشوية في البحر الأحمر وقبليه بشوية في بحر العرب يعني كان فيه صراع كبير جدا وكان فيه ضربات متبادلة وكان فيه تجسس وكان فيه طيران مصير وكان فيه أمور كتير جدا أنا أعتقد الوقتي أن أمريكا بتوصل إلى تفاهمات معينة أن هي بالفعل عايزة تخلص على إيران عايزة تخلص على إيران ليه؟ عايزة تخلص على إيران لأنه مسألة البرنامج النووي طول والمنقشات كترت وإيران مش عايزة تقدم تنازلات وبعد كده فيه حتة تانية هي أنه دول الخليج المولية لأمريكا بتشعر بالتهديد كل شوية وبالطبيعة الحال أنا قلت لكم قبل كده أفكركم أن الأمريكان عايزين يسلموا المنطقة للأتراك والأتراك بيقولوا لهم إحنا مش هناخد منطقة ملتهبة وبعدين تدخلونا فيه مشاكل مع إيران وإيران دولة جارة وإحنا مش عايزين المشاكل دي فانتوا لازم تحلوا المشاكل اللي انتوا عملتوها قبل ما احنا إيه نعمل التحالفات اللي هي بيرتب لها في غرف المخابرات المظلمة طيب أو فيه ناس سألوني على فكرة طب أمريكا هتسلم المنطقة للأتراك لماذا؟ لأنه ما عندهاش حل تاني هي أمريكا تتمنى أن سيطرتها على المنطقة تستمر لكن في ظل أن روسيا تواجدت في شرق البحر المتوسط وتقدر تعمل معركة شرسة جدا في شرق البحر المتوسط وتقدر تغلق قناة السويس وده معناه أن الأسطول الأمريكي في الخليج مش هيجيلوا أي إمدادات لأنه ما فيش حاجة يتعدي من قناة السويس يعني بالطريقة دي هيقدر يقاتل يوم اثنين شهر ومعتقدش شهر كمان وبعد كده المدفعية الإيرانية والزخ الصاروخي الإيراني هيغرق الأسطول حقيقة فطبعا الوقت دي مشكلة طبعا واحد يقول لي إزاي الكلام ده يحصل وكده يقول لك هي الدنيا ماشية على القوة والدراع والعفية والقوة تفرض الواقع وتحميه واللي بيقدر يعمل حاجة ما بيتأخرش وبيعملها طيب إيه اللي منع أمريكا أصلا من الموضوع ده اللي منع أمريكا الوقتي الروس والتفاهمات الروسية وقلت لكم قبل كده أن الأتراك في غرف المخابلات المظلمة على الأرجح طلبوا من الروس أن هم يتخلوا عن الإيرانيين طيب طلبوا من الروس أن هم يتخلوا عن الإيرانيين بأي حجة بحجة بسيطة جدا هيقول له إحنا من خلال التاريخ عرفنا أن الروس دايما بيستعينوا بالإيرانيين لهم الفرص سابقا يعني وكده وكانوا بيضربونا في الظهر فإحنا مش هنقدر نستمر في التحالف الروسي الصيني الخفي لو أبقى علني الوقتي حقيقة مش هنقدر نستمر في هذا التحالف وإحنا نشعر بهذا الخطر يعني بعد ما تغضوا مننا اللي أنتوا عايزينه تيجي تسلطوا علينا إيران وتدخلونا في مشاكل إحنا مش هنشرب عصير جزم يا بو الشباب إحنا عايزين نشعر بالأمان عشان خاطر نخلص من الموضوع ده طبعا زي ما قلت لكم قبل كلا برضو أن الروس بيردوا بيقولوا أن إيران دولة مستقلة ودولة معترف بها في الأمم المتحدة وإحنا ما نقدرش نصف فيها ولا نقدر نعمل لها أي حاجة لو أنتوا يا أطلاق عايزين تروحوا تحاربوا إيران نروحوا حاربوا إيران إحنا ملناش أي علاقة مش هندعمهم عليكم ونعدكم بهذا الكلام فالأطلاق لما بقولك خلاص أنت مش هتساعد إيران ومش هتدعم إيران خليني أنا بقى هخلي الغرب وهو اللي هيفكك إيران لأن هناك مصلحة مشتركة الوقتي بين الأطلاق وبين الغرب في تفكيك إيران وهناك مصلحة مشتركة بين الأطلاق وبين الغرب إن الأطلاق هم اللي سيطروا على المنطقة لأنه لو الروس سيطروا على المنطقة هيبيعوا البترول بأسعار جنونية بمعنى الكلمة وهيخربوا الدنيا بمعنى الكلمة والأمريكان مش مستعدين إنهم ينتظروا هذه اللحظة فالأمريكان الوقتي أدركوا بسبب وجود الروس في شرق المتوسط وترسل عسكرية ضخمة أدركوا إن الوقتي الروس منتظرين موافقة وتواطئ ومؤامرة مع الأطلاق عشان خاطر الروس يخشوا في معركة يغلقوا قناة السويس ويضربوا الأسطول الخامس في البحرين وبالتالي هتبقى دول الخليج بعد كده هدف سهل جدا للإيرانيين والأيرانيين مستعدين يغزوا الخليج كله في هذه الحالة لإن أمريكا مش قادرة تحميهم فأمريكا فهمة إن هي الوقتي عاجزة عن حماية من الخليجيين فقدمها حاجة من ثلاث خيالات الحاجة اللي هي تفضلها الأولى اللي هي تستمر في السيطرة دي خلاص أصبحت من الماضي وأصبحت من الخيال دي تركنها على جنب الحاجة التانية مين اللي هيسيطر تاني اللي هيسيطر تاني يا إما روسيا والصين عن طريق كلب حراستهم الوافي في المنطقة اللي هي إيران وفي الحالة دي هيبقى البترول بأسعار جنونية بمعنى الكلمة وهيهدد أمن الطاقة في أوروبا وأمن الطاقة في أمريكا وهتحصل مشاكل جمدة فطبعا أمريكا لن تسمح بهذا أبدا وأوروبا لن تسمح بهذا أبدا وتركيا عارفة أن هم مش يسمحوا بهذا أبدا وعشان كده هي سيب الصراع العالمي يدخل في بعضيه وبعد كده ثمار الصراع تتساقط في سلة الأتراك يا أبو الأبطال طيب أصبح قدام الوقت الأمريكان خيارين الصين والروس يسيطروا زي ما قلت لك ده خيار والخيار اللي هو الثاني أو هو الثالث بقى هو خيار أن الأمريكان يخرجوا ولكن يضمنوا أمن الطاقة ويضمنوا أن هناك تفاهمات كبيرة فما فيش قدامهم غير أن هم يخلوا إيه يخلوا الأتراك هم اللي سيطروا على المنطقة وده هو سر التقارب التركي الإماراتي وحتى كمان التركي الإسرائيلي ودي شرحتها قبل كده وهذا التقارب أمريكا تحقق بيه أهداف كبيرة جدا أول شيء تضمن أن الروس مش هيغزو الخليج وتاني شيء تضمن أنه في المستقبل ممكن تحصل احتمالية أن الروس يعملوا حرب مع الأتراك ودي كمان هيفكروا فيها لكن الأهم بالنسبة لهم أن الروسيا والصين ما يسيطروش على منابع البترول وما يسيطروش على الممرات المائية يا جماعة الممرات المائية دي في منتهى الخطورة يعني سيطر مثلا على مضيق قبل طارق أو مضيق باب المندب أو مضيق هرمز أو مضيق البسفور أو الدردنيل أو كده دي مراكز عسكرية حساسة جدا أصلا روسيا اتهزمت في العالم من بعد الحرب العالمية التانية وكانوا بيكسروا فيها بسبب أن الغرب كان مسيطر على البسفور والدردنيل وكان بيزل الدول بتوع البحر الأسود عشان خاطر يسمح لهم بالاستراد والتصدير والتواصل مع العالم وبيفرض عليهم شروط قوية جدا بل أنه أصلا الروس في أزمة أوكرانيا اللي هي الأولانية مش الوقتي اللي هي كانت 2014 الغرب انتزع أوكرانيا من أنياب الروس بمظاهرات وشوية مظاهرات وقاموا على الحكومة اللي كانت مولية لروسيا وشالوها وحطوا مكانها حكومة مولية للدول الغربية وللأمريكان الأول كانت أوكرانيا تحت السيطرة الروسية زي بلا روسيا الآن الوقتي فلتت وكل طموحات الوقتي بوتين أو روسيا أنه أكرانيا ما تخشش الناتو وأنه الموضوع ما يتدهورش أكتر من كده الوقتي بوتين بيقدر يتكلم لأنه عارف أن الوقتي محدش هيقدر يغلق عليه البسفور لأنها تحت سيطرة الأتراك المخلصين بقى اللي هم مش عبيد للأمريكان زي الحالة اللي كانت قبل الـ 2016 فبتوع الدول البحر الأسود عارفين أن هم هيخرجوا من البسفور وبعد كده يعدوا بحر مرمرة وبعد كده من الدردانيل وبعد كده إلى بحر إيجا وبعد كده إلى شرق البحر المتوسط هيخرجوا بكل أريحية وهيعودوا بكل أريحية لأنه القرار لم يعد أمريكي هناك فطبعا المسألة دي تخطها في اعتبارك الحجد الظهيب جدا اللي هو 34 دولة اللي هم بيتم تجمعهم حاليا عشان يتخذوا من البحرين هناك مقر بيقولك السبب المعلن هو تأمين التجارة الدولية ومقاومة القرصنة اللي شغالة في بحر العرب وحتى في منطقة المحيط الهندي ويضمنوا أن الأمور تمشي كما يراد باختصار هم عايزين يعملوا نزعة لقدرة الردع الإيراني إزاي؟ ما هي إيران تقدر تعمل إيه؟ لو المعركة دخلت وحمي الوطيص إيران تقدر تعمل إيه؟ إيران تقدر تغلق مالضيق هورموز وده هيؤدي إلى كارثة اقتصادية في الغرب وفي العالم كله وبعد ما تغلق مضيق هورموز كمان تقدر أن هي تضرب الأسطول الخامس في المرابط في البحرين اللي هو الأمريكي وتقدر كمان أن هي تضرب دول الخليج كلها على الشط وإيران عندها عشرات الألاف أو كل مئات الألاف من السواريخ أشكال وألوان هتقول لي هيقضت مضاد دفاع جوي أقول لك مضادات الدفاع الجوي ما هيش هتوقع كل حاجة بالذات لما السواريخ تطلع بالعشرات وبالمئات زي ما كانت حماس بتعمل في إسرائيل والقبة الحديدية اللي هي أحدث تقنية في الدفاع الجوي في العالم ما كانتش حتى بتوقع مثلا نص السواريخ كان بتوقع 40% ممكن النص كحد أقصى كده لكن الباقي كان بيعدي فده تحطه في دماغك لكن الرضع الحقيقي مش إن هم يوقعوا السواريخ اللي بتطلق عليهم الرضع الحقيقي إن هم يقول للإيران لو أنت أطلقت صواريخ يبقى أنت بتصعد المعركة ولو صعدت المعركة معناها إن احنا هنعمل عليك هجوم كاسح فعشان يهدل هذا التهديد لازم يكون هناك حجد عسكري كبير جدا عشان كده هم عاملين 34 دولة ولسه ما أعلنوش عن أسماء الدول دي بس أنا هقولك هيكونوا أمريكا وحلفائها والجماعة العرب اللي هم بيعبدوها من دون الله سبحانه وتعالى أنا عايزك تلاحظ أن الإمارات كانت تتفاهم مع إيران على مدارة 30-40 سنة اللي فاتوا لكن جد في آخر مثلا سنتين تلاتة بدأوا الحوثيين يطلقوا صواريخ على الإمارات كل ده طمع في الموقع الاستراتيجي لليمن غير الثروات الطبيعية كمان اللي في اليمن وكده لكن الأصل هو الموقع الاستراتيجي كانت الإمارات كمان بتهدي اللعب وبتحاول إن هي ما تعملش مشاكل مع القوات بتاع الحوثيين في اليمن عشان الحوثيين ما يطلقوش عليها صواريخ فكان إيه اللي بيحصل؟ كان اللي بيحصل ردع متحقق بسبب إنك إنت لو عملت مشكلة هتجيلك مشكلة أكبر منها يعني لو الإماراتيين أمروا القوات بتاعتهم باجتياح المناطق بتاع الحوثي يبقى هتخصف عليهم الصواريخ ومش بالضرورة إن هي تكون من الإمارات لأنه أطلقت من اللي هي بتوع الوعدة الحق بتوع العراق ودي جماعة جديدة عمرها أقل من سنة ونصف وكده فطبعا المسألة واضحة إن إيران هي الميسترو في الموضوع فخلاصة الأمر الوقتي أنا أعتقد إن شهر العسل بين إيران وبين الإمارات انتهى وانتهى بأمر أمريكي وعاك أن تظن أن الإمارات تقدر تعمل حاجة إلا بأمر أمريكي المفارقة بين إيران والإمارات من طرف الإمارات طبعا وعاك أن تظن أن هذا يتم من عقل ولد زايد ده بيتم بأمر أمريكي وعاك أن تظن أن التقارب الإماراتي التركي يعني جاه هكذا ده لازم بأمر أمريكي لازم تعرف يا جماعة إن أغلب الدول العربية لا تعصي الصهين الغرب سواء كانوا فرنسيين أو إنجليز أو أمريكان لأنهم باختصار ما يقدرواش يعملوا أي حاجة لو إن الغرب ده ألب عليهم هشيل الحكومات دي في ساعة من النهار هيهيق عليهم الشعوب هيرضعهم بأي طريقة كانت فالخلاصة الحجد اللي هو بيتم تكوينه ده 34 دولة إن شاء الله أصيب لك الرابط في تحت الفيديو القلاصة أن هذا الحجد اللي بتعمله أمريكا لكن إسرائيل هي اللي في الواجهة وهدفه الأساسي هو تركيع إيران وقص أظافر إيران من المنطقة طبعا أمريكا هتلعب على وطر إيه؟ هتلعب على وطر إن هي مش عايزة تقضي على إيران كمان ليه بقى مش عايزة تقضي على إيران؟ لأن أمريكا لو قضت على إيران يبقى هي خلصت الأتراك وخلصت العرب من الوحش الإيراني اللي هو بيخوفهم وبالتالي مش هيبقى لها لزمة وهتنسحب بجدودها للخلف ده لا يحصل فأمريكا هتماطل في الحقيقة وهتعمل حجد ضخم جدا الحجد الضخم جدا ده هدفه الأساسي تركيع إيران في الملف النووي وبعد كده تركيع إيران لا تفكر في أي قرصنة بحرية سواء في بحر العرب أو هنا أو هناك ولا تفكر أبدا أن هي تغلق مضيق هرمز وما تعملش الحاجات دي وبالتالي تبقى إيران تيجي أصبحت قدامها حل من اتنين إما تعمل مواجهة عسكرية وفي الحالة دي هيطلع عليها طيران التحالف زي ما طلع على صدام حسين بالضبط لا أقل ربما يكون كمان أكثر وفي الحالة دي هيمزقهم كل ممزق وما تستبعدش كمان أن هم هيقبضوا على القادة زي ما قبضوا على صدام حسين على فكرة إيران هي اللي منعت تعاون الروس مع صدام حسين أنا حكيت لكم القصة دي من قبل قلت لكم أن الروس كانوا مخنوقين وبعد كده هم أوحوا إلى مصدق اللي هو رئيس الوزراء الإيراني من أربعين خمسين ستين سبعين سنة يمكن قالوا له أنت ما تديش بترول إيران للغرب وإحنا هنحميك وأمم البترول الإيراني وإحنا هنحميك وبعد كده فعلا الرجل عمل كده بحماية روسية لكن الإنجليز كانوا مجهزين له لواء اسمه ومش عارف إيه زهدي كده عمل عليه انقلاب وألشوا على طول يعني طالدوا من الوجهة الروس ما يقسوشي راحوا جم عملوا وشجعوا شاه إيران للمرة التانية قالوا له ما تخافشي أمم البترول بتاع إيران وإحنا هنحميك وهندعمك عسكريا مش هيقدروا يعملوا لك أي حاجة عشان كده الأمريكان راحوا وبعد ما كان الشاهد ده هو عميل أمريكا الأول في المنطقة انقلبوا عليه لما اتخذ هذه الخطوة والروس فشلوا في إنهم إيه في إنهم يحموا لأنه فرنسا كانت مجهزة له الخميني وبعد كده جاء عمل الثورة الإسلامية أو اللي بيسموها إسلامية يعني على الشاه إيران وقال لك ده رجل كافر وده رجل مش عارف إيه وبعد كده مشى الشاه وأصبح ولاء الخميني لفرنسا في بداية المطاف بعد كده الروس ما زهقوش وبعد كده رجعوا كمان تسمموا أفكار الخميني نفسه اللي هو صناعة فرنسية غربية رجع الروس سمموا أفكاره وقالوا له انت الوقتي عندك شعبية جارفة في البلاد كل ما عليك إنك انت تؤمم البترول الإيراني ما تديش أي ثروات من بتاع بلالك للغرب وإحنا هنحميك راح الخميني مغير ولاءه والحماية دي جاية ليه جاية لأن فيه تلاحم جغرافي يعني مش محتاج إنه هو يعد بحار هو بيقدر يحمي الأجواء بتاعته والدعم بقى بيروح عن طريق بيروح عن طريق سكة برية ماشي لأنه هناك فيه فيه غطاء جوي يقدر يحمي الأجواء انقلب الخميني بالفعل على الغرب وبعد كده إيران بقت تاخد البترول بتاعها الغرب ما سكتش عملوا عليهم حصار وقال لك خلاص يعني إحنا مش هناخد بترولكم صح بس مش هتعرفوا اتبعوه كانوا بيبيعوا شوية للصين وكانت أمورهم ماشية شوية وكانوا بيرهنوا على إن الحصار ده يعني يتفك بشكل أو بآخر وبعد كده أشعلوا الحرب العراقية الإيرانية بقوا يستنفذوا أموال العراق ويستنفذوا أموال الإيرانيين في نفس الوقت يعني الروس بيبيعوا سلاح للإيرانيين والغرب بيبيعوا السلاح لصدام وبعد كده ده بينهب وده بينهب لأن السلاح بيباع بشكل جنوني يعني السلاح اللي هو بيكلف عليهم دولار واحد بيبيعوه ممكن بعشر ألاف دولار يعني شكل جنوني وابتزاز بشكل لا يخطر لك على بال وما بيديكش كمان سلاح يحسم المعركة ده بيديلك سلاح بحيث أنك أنت تفضل تستمر في المعركة على أمل أنك أنت تنتصر وترجع تشتري منه سلاح كل يوم تخيل أن ثروات العراق وثروات الكويت وثروات السعودية ما بقتش ملحقة على شراء سلاح يعني نهب بشكل رهيب جدا رغم أن الروس كانوا بينهبوا ثروات إيران كمان إلا أن هم كانوا عايزين منها أن هي بعد اكتياح العراق أن هي تكمل المعالك ضد الأمريكان جوه العراق وقلت لكم بعد كده الأمريكان هم اللي سمموا أفكار الإيرانيين قال لهم إحنا في العراق مع بعضينا وفي ثروات كتير جدا هنا هو إيه اللي يخلينا أنا وأنتم نتقاتل ما إحنا هنا ننهب لو أنا وأنتم تقاتلنا المصلحة دي مصلحة روسية لا أنا لي مصلحة في القتال ولا أنتوا ليكم مصلحة في القتال بعد كده يا أبو الشباب اللي حصل أن الروس عمليين يضغطوا على الإيرانيين عشان عايزينهم يكملوا المعارك وعايزينهم يخشوا بعد كده لما صدام لقى الغدر الأمريكي في بقى الحرب اللي هم عملوه عليه وكده وبتاع بقى عايز يرجع يدور في الفلك الروسي لكن ما فيش مجال أن هم يدور في الفلك الروسي ما يقدرش الروس أن هم يعملوا لصدام حسين أي نوع من أي دعم من الناحية الجغرافية أن هم يوصلوا عن طريق إيه؟ عن طريق إيران إيران قالت لا عن طريق الأتراك الأتراك كانوا تحت السيطرة الأمريكية في هذا التوقيت وكان مستحيل أن هم يوصلوا لصدام حسين المسألة الجوية مكلفة جدا وغير أن هي مكلفة جدا مش مضمونة والطيران الثقيل جدا اللي هو بيبقى وزنه رهيب جدا دوت بيبقى سهل جدا للصواريخ أن هم يضربوها وكده فمش نفعه تب يعني دعموا دعم بحري الأمريكيان مش هيخلوهم يعدوا من الدردانيل ولا من البسفور ولا من قناة السويس يعني مسيطرين عليهم بشكل رهيب جدا فما كانش فيه منفذ إلا إيران حصريا بس لو أن إيران تعاونت مع صدام حسين ومع الروس في هذا التوقيت كانتها تقوم حروب كبيرة جدا كان ممكن ضحايا الحروب ده يكون كل دول الخليج وكانتها تحصل يعني صراعات كبيرة جدا لكن الخلاصة أن إيران منعت الروس من أنهم يقدموا أي إمدادات لصدام حسين واكتفوا بالتفاهم بينهم وبين الأمريكان في العراق انتبهوا لو سمحتوا أن بعض الإخوة بيظنوا أن هناك تفاهمات بين أمريكا وإيران وأنهم مش أعداء أنا أقول لكم وفي تفاهمات بينهم في أمور وفي عداء بينهم في أمور تانية يعني ليس بالضرورة أنهم يكونوا أعداء في كل المناطق أو في كل الأمور وليس بالضرورة أنهم يكونوا متفاهمين في كل شيء الخلاصة التحالف التلاتيني أو الأربعة وتلاتيني ده الإسرائيل عايزة تعمل وهو التحالف أمريكي وعايزين يحققوا بي رضع إيران يعني يقول له لو ضربت الصواريخ ممكن بعض الصواريخ بتاعتك توصلوا كده لكن النتيجة أن احنا هنعمل عليك هجوم جوي كاسح ومدفعية كاسحة وهنضلب عليك صواريخ طمعوك وكروز وعندهم أشكال والوان يا راجل من الصواريخ المرعبة وهيقولوا للإيرانيين أنتوا مش هتقدر تصدوا كل الحاجات دي وهنضلبكم بالطائرة الشبح وإيران ما عندهاش S400 عشان تقدر توقع الطائرة الشبح أو كده وهنعمل فيكم وهنسوي وهنعمل عليكم تلاحم بحري وبعد كده ما تستبعدش الأمريكان يروحوا مسخنين كمان علماء السلاطين ويقول لهم يلا نحارب الفرس المجوس وبعد كده يعملوا عليهم زحف بري مهول جدا من خلال العراق وكمان ممكن يستعملوا السوريا ثم العراق ممكن يعملوا حاجات كتير لكن بطبيعة الحال أن إيران مش عايزة تصعد الموضوع لهذه الدرجة فإيه اللي يحصل إيران هتلاقي نفسها أن هي قدام حجد عسكري رهيب جدا زي الحجد العسكري اللي كان قدامه صدام حسين فعليها أن هي إما أن هي تركع وتتفاوض أو إن ما ركعتش وتفاوضت يبقى خلاص هتضرب لها مثلا برج خليفة زي ما حاولوا يضربوه كده وهتضرب لها شوية مدن في الإمارات وهتضرب لها شوية مدن ممكن في مختلف دول الخليج بالذات عند جلالة الملك بهنساوي لأنه هو بقرة التحالف هناك وكده وهتضرب بعض السفن الأمريكية يعني هتعمل برضو هي كمان مش هتسقط هتضرب وهتضرب ضرب جامد وضرب موجع لكن اللي هيحصل كده يعني زي ما يكون واحد مسك واحد قعد ضربه وبعد كده مثلا عوره وقعله سنانه ومثلا عمله مشاكل يمكن مع الوقت أن هي تتعالج وبالاختصاد تتعالج لكن الثاني يكون ضربه الضربة القضية يعني ضربه ضربة قتلته فطبعا الثاني ده لازم يفكر فيه المسألة دية فإيران هتفكر ألف مرة لأنه هو في الحقيقة لو هم عملوا الضربات الموجع عادية على الأمريكان وعلى الغرب وأصروا على موقفهم يبقى إلا يحصل هجوم كاسح عليها وهجوم هيرجعهم فعلا إلى العصر ما قبل العصر الجاهلي مش هيخله طوبة على طوبة مش هيخله بيت مبني هيعملوا فيها زي ما عملوا في بغداد أيام صدام حسين ويمكن أشد شراسة لأن السلاح الوقتي أشد شراسة بكتير طبعا إيران سوف تعول على الحماية الروسية والحماية الروسية دي بالشباب أولا روسيا ممكن ما تحميش تحت ضغوط الأتراك زي ما شرحت لك في فيديوه السابق وممكن أن هي تضطر أن هي تخدع الإيرانيين تقول لهم أنا هحميكم والإيرانيين يتكلوا على هذا الأمر وممكن تديهم شوية أسلحة كمان عشان يطمنوا كده وبعد ذلك تقوم الحرب وبعد ما تقوم الحرب ييجي الروس يخلو بالإيرانيين ده كمان ممكن أنا أعتقد أن الإيرانيين الوقتي عندهم خبرات سياسية في المكر والدهاء والخدع والأمور دي وعارفين الصراع العالمي ماشي إزاي أعتقد مش هيوصلوا إلى هذه المسألة لكن الأمريكان ربما أنهم يعني يقول لك خلاص أنت مش عايز توصل أنا هضربك وأقول أن أنت اللي ضربت الأول وأنا هكسر لك بلالك وهقول أن أنا بدافع عن نفسي وبدافع عن حلفائي لأن الإعلام بيغطي الخيابة وبيغطي الغدر بتاع السياسيين وبيغطي الظلم بتاع السياسيين أكتفي بهذا القدر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا